السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون معنا غرزة جديدة. غرزتنا هي من غرز الفواكه هو القضروات. غرزتنا النهاردة هي غرزة الجزر. غرزة جديدة ومميزة. لها شكلين. او لها طريقتين. يعني الغرزة ممكن انه الغرزة الجزر دي فيها غرزتين. هنشرح منهم النهاردة ان شاء الله غرزة. وفيديو تاني بازن الله هشرح لكم الغرزة التانية. الغرزة بتاعتنا بتكون عدد سلاسل بداية الخاصة بها. بس طبعا قبل ما نقول عدد سلاسل بداية احنا بنستخدم فيها تلاتة الوان. بستخدم اللون الاخدر للجزر واللون آآ سوري اللون الاخدر لورق الجزر واللون الورنج البرتقالي للجزرة نفسها. ولون القاعدة طبعا انتو تغيروه زي ما انتو حبيت. انا قلت ان نشغل النهاردة باللون اللي هو يكون فتح كده ايه وحلو معنا في التصوير. طيب عدد سلاسل البداية الخاصة بغرزتنا النهاردة هي عدد آآ مضاعفات الرقم ستة او عدد يبل اسم على ستة وبعد كده بزود سلسلة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الغرزة بتاعتنا. غرزتنا النهاردة هنشغل فيها باكتر من غرزة. هنشغل فيها بغرزة العمود بلفة. وهندخل فيها كمان غرزة السبائك. وهتدخل معنا كمان غرزة البف. يعني هنشغل بالتلات غرز مع بعض عشان نطلع شكل واحد وهو ايه? شكل غرزة الجزر بتاعتنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. خيط البداية بنزيب منه مسافة. بلف الخيط حلقة أعلى وبالشكل ده. بدخل داخل الحلقة بتاعتي ألف الخيط واخره. طرف الخيط القسار بشده بقى في العقدة البداية. هنرتفع دلوقتي مضاعفات رقم ستة. اي رقم انتو حبيينه بقى او اي مساحة انتو حبيينها تشغلوها بس لازم يكون عدد ديها بالاسمة على ستة وبعد كده بزود سلسلة. بسم الله عشان نشغل سلاسل بيكون معي برحلقة بل فخت واخرج منها كده واحد تلاتة اربعة خمسة ستة. هرجع تاني اقرر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عايزين تزوده تاني اوكي? بس انا هكتفي بهذا القادر طبعا ايه? حلوة وكويس معنا عشان ما يطولش الفيديو معنا. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة. وطبعا هنزود السلسلة اللي احنا زودناها. دي في البداية. يعني عملنا عدد دي بالاسمة على ستة وزودت السلسلة وبعد كده ارتفعت تلاتة سلاسل ارتفاع. تلات سلاسل ارتفاع دول هعتبرهم ارتفاع غرزة العمود بلفة وهعتبرهم اول عمود معي. يبقى هسيب واحد اتنين تلاتة والسلسلة اللي طالع منها التلاتة دول يبقى اربعة. هروح لرقم خمسة هالف الخيط وهدخل في دلعة الخلفي منها. اسحب الخيط واخرج. الف الخيط واخرج. انا معي كده تلات حلقات هخرج من حلقتين. اتبقوا حلقتين هلف خيط واخرج من حلقتين. السطر الاول بتاعي. كده اشتغلنا فيه كام واحد اتنين. اروح اشتغل كمان. تلاتة عمود بلفة. كده واحد. اتنين. يبقى كده معنا واحد اتنين تلاتة اربعة. فرقم خمسة باشتغل العمود لغاية نصه. وفي النص التاني بغير اللون. هلف الخيط وادخل. هلف الخيط واخرج. كده معي تلات حلقيات هلف الخيط واخرج من حلقتين بقى حلقتين. هجيب بقى اللون الاورانج اللي هو لون الجزر نفسه. عفوا. وهلفه حلقة بالشكل دوت. وهدخل اقفلها بردك عقدة بداية. هسحب الحلقة اللي بلون الاورانج من الحلقتين اللي عندي ايه? باللون اللي هو ايه? الارضية بتاعتي. وهسحب طبعا الخيط بتاعتي معي في الخلف. دلوقتي هنشتغل بغرزة السبائك. هنلف الخيط على الابرة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هكتفي بستة بس. لان الجزرين ما بيكونش كبيرة قوي. هدخل في الحلقة اللي بعدها الغرزة اللي بعدها اهيه. الف الخيط واخرج. الشكل ده معي الحلقة بتاعتي على الابرة. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. بعد كده بلف الخيط. بتاعي. واقفل الحلقة دي. وبعد كده هنزل خيط الارانج وهسحب ايه? الخيط اللي هو الاساسي بتاعي. هروح اشتغل كمان خمسة عمور بلفة. وبسحب معي لون الارانج في الخلف. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وفي الخامس بنغير اللون للارانج. هندخل ولف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين وهنزل الخيط بقى الاساسي. وهرفع اللون الاخضر. الشكل ده اهو. هخرج من الحلقتين باللون الاخضر. بعد كده هشتغل الجزرية التاعتي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهدخل فراغ بتاعي الف الخيط واخرج. معي الحلقات بتاعتي كلها على الابرة. بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بالشكل ده اهو. بشد بس الشغل شوية لتحت. بعد كده ايه بلف الخيط وبخرج من الحلقة اللي معي. زي ما احنا شايفين. هنزل الاخضر في الخلف. وهسحب اللون ايه? الاساسي. وبكمل بنفس الطريقة دي طبعا. لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. هكامل وارجع لي. وانا كده خلاص خلاصت اخر حبة جزر. ممكن نسحبها بصوا انا لسه ما سحبتش الحلقة بتاعتك. ممكن نلف واسحب بالحلقة دي. وممكن لو حبي نتغير اللون في المرحلة بتاعة تسحب اللون. بتلف الخيط وتسحبي من ايه الحلقة بتاعتك بالطريقة دي. زي ما انت شايف. كده ماشي وكده مش. في اخر غرزة بقى ايه? بروح هشتغل غرزة عمود بلفة. واحدة. وجارت بس ايه اقفل الدور بتاعي. صبعا انا مش عايزة الدنيا تبقى واسعة كده. تشدي الحلقة بتاعتك كويس جدا. وتقفلي العمود بتاعي. والشكل ده زي ما احنا شايفين وغرز الجزار بتاعتنا. هرتفع واحد اتنين تلاتة. والف الشغل التاعي الناحية التانية. حابة تسحبي معيكي طبعا خيط القرمج ماشي. لو مش هتسحبيه هتقص الخيط في آآ الطرف التاني. يعني انت لما تيجي توصلي السطر اللي بعده هلازم تسحبيه من الناحية دي. فهتضطر يتقصي. احنا دلوقتي اشتغلنا فوق اول غرزة. دلوقتي غرزة ايه? عمود اللي هي طبعا ارتفع تلات سلاسل. بس انا عايزة اغير للون الاخضر. فبس هنغير ايه? بس احنا ما اعجي ممكن نغير كده. ما فيش مشكلة. واحد اتنين. وفي التالتة هاسحبها باللون الاخضر. بالشكل ده اهو. نسحب الحلقة التالتة باللون ايه الاكضر. هاجي هنا دلوقتي هنروح نشتغل فين? هنروح نشتغل فوق غرزة الغزر نفسها. اهي. غرزة السبائك بتاعتي. بالشكل ده. هلف الخيط ونشغل غرزة بف. هلف الخيط وادخل في الغرزة بتاعتي. الف الخيط واخرق. كده مرة. هلف الخيط وادخل تاني فراغ بتاعي. الف الخيط واخرق. كده تنين. هلف الخيط وادخل. هلف الخيط واخرق كده تلاتة. هلف الخيط واخرق من الحلقات كلها بعد اخر حلقة. بعد كده بقى ايه? هجيب اللون بتاعي. القفايت. وهسحب الحلقة الاخيرة. بالشكل ده. هخلي معيه بقى اللون الاخضر من الخلف. واروح اشتغل ايه? هروح اشتغل على كل عمود من الخمسة عمود بلفة زي. كده واحد. بس ايه نشوف الشكل بتاعنا من الخلف. طبعا خيط البداية ده وتحنا هنخفيه خالص. بالشكل ده اهو. شايفين حبات الجزر بتاعتنا بتكون في وسط الشغل بتاعنا تكون غرزة مميزة جدا وجميلة. كده واحد. ممكن تسحب الخيط في الخلف يعني تغطي تحت الابرة وممكن تسيبيه كده وتسحبيه عادي مفيش مشكلة. اتنين. تلاتة. اربعة. وفي رقم خمسة بنغير اللون بلف. بدخل. اسحب الخيط واخرج. الاف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب اللون. هسحب اللون الاخضر. من الحلقتين بتوعي. الشكل ده. زي ما قلت لكم يا تسيبوا اللون خالص مرمي كده وتخلوه بالشكل دايبان من وراء. او نسحبه معنا عفوا في خلف الغرزة. يعني بخليه معي على الابرة بردك. وبدخل في الغرزة بتاعتي نفسها. الاف الخيط واخرج. تاني الف الخيط وادخل غرزتي. الف الخيط واخرج. تالت الف الخيط وادخل غرزتي الف الخيط واخرج. معي حلقاتي على الابرة بلف الخيط واخرج منهم كلهم. معي ده اخر حلقتين. هخرج منهم باللون ايه? الاساسي بتاع القاعدة بتاعتي. بالشكل ده. اهو. واروح اشتغل على الغرز بتاعتي. غرز عمود واحد. ولو هنسحب الخيط زي ما احنا شايفين اهو اتنين. قلت لكم اكتر من طريقة. اللي حابب بيخفيه تحت السطور هيكون بالشكل ده. حابة تسيبيه من وراء بالطريقة دي هيكون بنفس الطريقة دي. وهكمل بنفس الطريقة الراوند بتاعي وهرجع له. ام تانيه بالشكل ده خلاص فلصت الراوند الاول عندي اهو. زي ما احنا شايفين. طريقة دي بيكون شكلة حبات الجذر بالزرع بتاعتها. اهي بتزبطيها طبعا. بتكون بالشكل ده. جميلة جدا. هرتفع واحد اتنين تلاتة. هو يكون اول عمود عندي. هو اروح اشتغل تاني عمود اهو. بس في تاني عمود هغير اللون. هجيب اللون الاورانج لايه? هنخلي حابات بقى ايه? الجذر بتاعتنا تكون في في يعني منتصف كل حبة. يعني كل حبة تاني يبقى في نص هنا فوقها حبة. حبي انت هتشغلو في نفس المكان? هتشغلو بقى بنفس الطريقة اللي احنا ايه? شغلناها مع بعض. هاجي. هنا الغرزة بتاعتي. المفروض خلاص خلصنا رقم اتنين. هلف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهدخل في رقم تلاتة وهشغل غرزة سابيكة. الشكل ده اهو. زي ما اتفقنا مع بعض. ممكن تسحبيها بلون الاخضر. ممكن تسحبيها باللون اهو كده. وتروحي تشغلي غرازك على طول. هنشغل. واحد. اتنين. فوق غرزة البف طبعا واحدة يبقى تلاتة. اربعة. وفرقن خمسة بغير ايه اللون بتاعي في اخر حلقتين. تاني برجع. اهو هسحب اللون الاورنج من الحلقتين دول. واروح اشتغل غرزة سابيكة. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واروح اشغل الغرزة بتاعتي. بالطريقة دي اهو نزل بقى الخيط الاورنج. نسحب باللون الاساسي. واروح اشتغل عمود على كل عمود لمسافة خمس اعمدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. فكل ما هترتفع بقى الغرزة بتاعتك شكلها يبين ويكون حلوة جدا. وفي السطر التاني بنشغل بنفس الطريقة اني بشغل فوق كل عمود عمود وبغير اللون طبعا في اخر حلقتين. وبعد كده بشغل فوق غرزة الجزر بتاعتي دي بيكون طبعا حرف اللي بتاعها اهو باين قدامنا. بشغل فوقيها غرزة بف صغيرة مكونة من تلات لفات بس. وبعد كده بغير اللون لللون تاني الاساسي بتاعي. وبتكون دي غرزتي بنفس الشكل دوت زي ما احنا شايفين. لو مش حابة طبعا اللون معايك داخل الخطوط بالطريقة دي. هتقصي بقى الخيط في كل راون ده هتشتغل. يعني مرة هتقصي تركيبي اللون القفايت وهتقصي تاني تركيب الاخدر وترجعي بقى في كل مرة بتقصي الخيوب بتاعتك وبتشتغل الغرزة بتاعتك بنفس الطريقة دي. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة غرزة الجزر بطريقة فهلة وبسيطة. استنوني الفيديو جديد نشرح الشكل التاني او الطريقة التانية لعمل شكل غرزة للجزر. اتمنى نهاردة الفيديو بتاعي نول اعجابكم متنسوش لو اعجابكم الفيديو اعملوا لي لايك وشيروا سبسكرايب وستنوني الفيديو جديد من وي. وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.